انتصاران تاريخيان للسعودية وتونس أمام الأرجنتين وفرنسا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اداء من الباب الكبير بنتائج واداء مشرف لكن بأحباط كبير سيذكر التاريخ بكل تأكيد فوز المنتخب السعودي التاريخي على الأرجنتين وفوز تونس على بطل العالم فرنسا والآن الأنظار والأحلام تتجه للمنتخب المغربي آخر العرب الباقيين في المونديال ننتظر من المغربة ما هو أكبر من الأداء المشرف ونحن نزول اشتركوا في القناة يا أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة اليوم ودع المنتخب التونسي والمنتخب السعودي المونديال وهقول للأسف بأداء مشرف للأسف بقول للأسف عشان رفعوا سقف التوقعات خلونا نحس أنه وارد المنتخب السعودي يروح لبعيد وارد المنتخب التونسي يروح لبعيد لما تبص على المنتخب السعودي فأفضل مباراتين ليه في المونديال كانوا أمام الأرجنتين وبولندا حتى المبارات اللي خسروها الفريقين اللي صعدوا عن المجموعة لما تبص على المنتخب التونسي هتلاقيه قدم مبارات كبيرة أمام أقوى منتخبين في المجموعة المنتخب الفرنسي اللي فاز عليه النهاردة في إنجاز تاريخي جدا بطل العالم والمنتخب الدنماركي اللي اتعادل معاه وخسر من استراضي للأسف هي الخطوة الخطر وفايع بنبقى على وشك بنبقى على وشك الإنجازات التاريخية ونعطل خرجت تونس وخرجت السعودية من المونديال بصراحة شديدة من الباب الكبير أداء مشرف أداء رائع من المنتخب السعودي ومن المنتخب التونسي أداء مشرف ودعوا به منديال 2022 ودعوا به كأس العالم اللي قلنا عليه كأس عالم العرب هقولكم النتائج النهاردة وعايز برضو أفضفض معاكم شوية فيما يخص المنتخب التونسي والمنتخب السعودي النهاردة المنتخب الاسترالي فاز 1-0 على المنتخب الدنماركي وصعد رفقة المنتخب الفرنسي اللي خسر من المنتخب التونسي النهاردة 1-0 والمكسيك فازت على السعودية 2-1 والأرجنتين فازت على بولندا 2-0 وصعدها سويا إلى الدور القادم الأرجنتين وبولندا نشوف ترتيب المجموعة المجموعتين الثالثة والربعة بعد نهاية مباريات المجموعات بالنسبة لهم تعالوا نشوف ماشي يلا بينا الأرجنتين في الصدارة بست نقاط بولندا في المركز الثاني باربع نقاط وبفعل الأهداف عن المكسيك صاحبة المركز الثالث باربع نقاط أيضا والسعودية في المركز الأخير بسلاس نقاط مجموعة الرابعة فرنسا في الصدارة بست نقاط أستراليا في المركز الثاني بنفس الرصيد تونس باربع نقاط والدنمارك في المركز الأخير بنقطة واحدة مباريات دوري 16 بكأس العالم هتكون السبت 3 ديسمبر هولندا والولايات المتحدة الأمريكية الساعة 5 الأرجنتين وأستراليا الساعة 9 مساء يوم الأحد 4 ديسمبر فرنسا وبولندا الساعة 5 إنجلترا والسنغال الساعة 9 مساء دي مباريات دور 16 في كأس العالم 2022 واحدة واحدة بقى النهاردة منتخب السعودي عمل مباراة فنيا مش جيدة أمام المكسيك بس النتيجة معقولة يعني المكسيكية ممكن تكسب وقتها للنهاردة بس خلصة المباراة بالنتيجة بشكلها مش وحش اتنين واحد بشكلها مش وحش مش هتبسطنا أكيد يعني شكلها مش وحش اتنين واحد منتخب السعودي عمل مباراة كبيرة ورائعة قدام الأرجنتين خلنا نحس انه ليه لأ المنتخب السعودي روح دور 16 ودور 8 وليه لأ لعب مباراة قدام المنتخب البولندي محترمة جدا وسلم الدوسة ضايع فيها ضرب الجزاء وخسر المنتخب السعودي قدام المنتخب البولندي جت مباراة المكسيكي النهاردة والمنتخب السعودي ما قدمش مباراة كبيرة احكاكا للحق وفي النهاية رغم الفوز على الأرجنتيني التاريخي الأرجنتيني لتصدرت المجموعة في النهاية بقى المنتخب السعودي في المركز الأخير في المجموعة مركز أسوأ من المركز في 2018 حاجة حزم وحاجة زعل بس ده ما يغيرش الكلام ما يغيرش كلام ايه؟ ان السعودية عندها مدرب محترم جدا وعندها جيل من اللاعبين رائع جدا وغيابات النهاردة بكل تأكيد أثرت على المنتخب السعودي الحالة بدنية للمنتخب السعودي النهاردة ما كانتش في أفضل حال رغبة المنتخب المكسيكي كانت أفضل ده بالنسبة للمنتخب السعودي أما المنتخب التونسي فعمل مباراة كبيرة جدا حتى لو معظم المباراة كانت أمام بدلاء المنتخب الفرنسي فبدلاء المنتخب الفرنسي ممكن ياخدوا كاسعالم أصلا يعني بدلاء أقوى جدا وحتى لما نزل مبابيه وجريزمان ودمبلي والوحوش دي لما تأخر بالهدف رح نزلهم كلهم حافظ المنتخب التونسي على الانتصار بس ليه؟ ليه تخسر من استراليا؟ ليه؟ ليه تتعدل مع الدنمار وبعكية تروح تخسر من استراليا وتكسب فرنسا ليه؟ بصراحة الجهاز الفني المنتخب التونسي عليه ألف علامة استفهام النهاردة علي معلول عمل مباراة كبيرة جدا مكانش بيشارك في المباراة اللي فاتوا وهب الخزري عمل مباراة كبيرة جدا وأصبح حداف العرب مع سامي الجابر وسالم الدسري بتلات أهداف للتلاتة في تاريخ المنديال ليه؟ ليه بتتأخر في الكارات الصحيحة؟ أعتقد المنتخب التونسي أخطأ بهذا الجهاز الفني من الأول جهاز فني محترم وكبير وأسمعها محترمة بس؟ لا ما كانش على قوة المنديال هي الخطوة الأخيرة دايماً بتاعة العرب وأنا هتكلم بصراحة بدايةً كده عشان بس أحط كل حاجة في مكانها الطبيعي منتخب السعودي والمنتخب التونسي عملوا أداء مشرف في المنديال أداء يشرف العرب ومبسوطين وفخرين بيهم بس أنا وغيري كتير في كل الوطن العربي ذهقنا من فكرة الأداء المشرف وبس أنا بتكلم عنينا كمصريين وسعوديين ومغربة وتونسة كل الجنسيات العربية فرصة زهبية دايماً بنضيعها دايماً بنضيعها ليه؟ العقلية ومرة واثنين وثلاثة ومليون لن ينصالح الحال في الكرة العربية إذا لما نشوف عدد محترفين ضخم في كل المنتخبات قل لي كده سالم الدوسة ده ما يحترفش في واحدة من الأندية الكبيرة في أوروبا طيب قل لي كده سواني بقى قل لي كده طيب خلص معنا مداخلة مهمة دلوقتي عشان النهاردة تقلق ونسأله برضو عن المنتخب التونسي بكل تاكيوب كده أكمل معاكم فيما يخص المنتخب السوادي والمنتخب التونسي مهاجم التونسي الكبير رفيق قبو لا الآن في هذه اللحظة هو هداف الدوري وقاد فريقه النهاردة لفوز كبير على البنك الأهلي 3-2 رفيق قبو لاعب نادي أمبي المحترف التونسي في الدوري المصري كابتن رفيق مشرف ونور بهنيك على الانتصار النهاردة مع فريك أمبي وبهنيك كمان على صدارة هداف الدوري حتى هزي الله حبيب يا كابتن ربينا بارك فيك إن شاء الله ده الحمد لله ده فضل عبد ربينا سبحانه وإن شاء الله نكمل على كده يعني المباراة النهاردة بكل تأكيد كانت صعبة وزروفها كانت صعبة جدا وكان فيها كروت كتير صفرة وحمراء مباركة متوترة جدا بس انتوا قدرتوا في الآخر تحافظوا على الفوز آه هي كانت متوترة في الآخر بس احنا من الأول داخلين عشان جيب ثلاث نقط والحمد لله يعني كنا لعيبة كلنا رجالة ونستحق الفوز ده والله الدخول دخول أمي مرة أخرى في الدوري أو عودة الدوري الممتاز والتوقف اللي فاد ده أكيد فاد أمي ما كانش حق ولا انتصار واليوم أو الانتصار لفريق أمي في الدوري آه الحمد لله وكان التواف ده كان في صالح نحن فاتمرنا كويس لعبنا ماتشات ودية يعني طبقنا فيهم الحاجات اللي هو عايزها الكابتن فالحمد لله يعني استفدنا من التوقف ده وكنا يعني مجهزين المباراة دي يعني لازم أول ما أول ما يرجع الدوري لازم نجيب ثلاث نقط عشان هنرجح في الدوري كده وناخد السكة بقى عودة قوية ليك أنت شخصيا للدوري المصري بعد ما كنت تلعب الدوري درجة تانية السنة اللي فاتت مع ودي دجلة عودة قوية جدا بيتمثلك إيه؟ آه الحمد لله كابتن الدرجة التانية دي السنة اللي فاتت يعني علمتني كتير حاجات يعني خلصت الهداف وكمكمل البابني عليه الموسم اللي فات الحمد لله يعني ده تطوير من عند ربنا وإن شاء الله يعني أكمله وأخلص كده يعني لازم بكل تأكيد أسألك على كمشجع ولاعب كبير في المنتخب التونسي ولاعب تونسي كبير المنتخب التونسي وزهوره في كأس العالم ما رأيك في زهور المنتخب التونسي في كأس العالم في هذه النسخة؟ والله في المباراة الأولى ما كانش ماشي كويه في المنتخب الحقيقة فكانت فرصة لنا أنه نكسد أستراليا وممكن نعمل نتيجة حلوة مع فرنسا مثلا نكسدهم أو نتعادل مثلا ممكن نحنا نروح لدور التاني فهم كده تحسهم مش عايزين مش عايزين نروح للمش عايزين نكبر إحنا ونبقى زي السنغال زي المغرب يعني ما مش عايزين مين يا رفيق مش عايزين؟ هم تحسهم المسؤولين واللعيبة يعني تحسهم مفيش روح إلا في آخر المتشات يعني بانة الروح وكده ليه مش من الأول مثلا صح عندك حق كان فيه انتقادات كثيرة على الجهاز الفني للمنتخب التونسي رأيك إيه؟ والله يا كابتن بص أنا والله أنا مش متابع على السوشيال ميديا ولا متابع حقار إنت رأيك لما شفت المباريات رأيك إيه؟ ما رأيش حولك إيه يا كابتن إنت شفت تفرجت على المتشات يعني أنا بيني وبينك تفرجت على ماتش الناماركشوت والمتشات اللي فاتت ما تفرجتش عليهم عشان إحنا عندنا تبريد وأنا مركز في ماتشاتي فما تفرجتش الحقيقة ما تبعد في الماتشات فسامع أنا شوية حاجات كده مرخصات يعني مش عارك يعني فيه تشكيل مش فيه لعبة جاهزة فيه لعبة مش جاهزة مثلا معلوم المفروض يلعب الأول يا كي شريده مثلا يلعب فيه فيه لعبة جعانة عايزة طغل نفسها صح؟ عملاني بقى وداي يعني هما متحسان مش 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 مركزين خالق الفوز النهاردة على المنتخب الفرنسي أكيد فوز تاريخي هو هو تاريخي بس بس تاريخي وبعدين وبعدين عايزين معد التور اللي بعدين حاني صحيح تونسي رفيق قبو لاعب نادي امبي انا بشكرك شكرا جزيلا شكرا جزيلا وبهنيك النهاردة فوز امبي على فريق البنك الاهلي وبالتأكيد صدرتك لهدافي الدوري المصري المنتاز حتى هذه اللحظة طيب النهاردة لعبة المنتخب التونسي وجمعية التونسية كان فيهم او كان فيه ابتسامة على وشوشهم طبعا فوز كبير او فوز مهم او فوز تاريخي على المنتخب الفرنسي بطل العالم 2018 مرشح الاول للفوز بكأس العالم هذا العام فلكن زي ما قال رفيق قبو حد امتى هنفرخ بانتصارات وخلاص بقول كده من الزعل يعني احنا كانتم محطنا كبيرة منتخب السعودي منتخب محترم منتخب التونسي منتخب محترم ليه على طول ذكريتنا جات على كاس الكارات ومنتخب مص لما كسبنا ايطاليا وفرحنا وعملنا مباراة كبيرة قدام البرازيل وراحين نخسر من امريكا ونوضع الكاس الكارات متعادل مع اولندا في 90 وبعد كده تخسر من انجلترا وايرلندا يعني انت ما تفهمش ليه دايما عندنا وقولك حاجة عادة يعني منتخباتنا العربية مع المنتخبات الصف الاول اليوم عملوا مباريات كبيرة قوي بيطلعوا الطاقة كلها ييجوا بقى على المنتخبات اللي هي المتوسطة او منتخبات الصف التاني بتلاقي المنتخبات الصف التاني دي بتكسامنا كتير وبتكسامنا بسهولة وسهلة للدنيا جدا انا مش عايزة بقى عامل زي الناس كلها اللي عمات تقولي النهاردة لا لا خلاص انسوا بقى الخسارة وانسوا توضيع المونديال انا عشت عمري كله كده يا جماعة بقى انا نفسي شوف حاجة مختلفة انا بطول عمري بشوف السعادات بتعمل اداء مشرف وتونس بتعمل اداء مشرف ومصر بتعمل اداء مشرف والمغرب بتعمل اداء مشرف وكل المنتخبات العبية بتعمل اداء مشرف اداء مشرف نروح بقى المرحلة تانية لازم نروح المرحلة التانية قبل ما يخش معايا رفيق ابو كنت بقولك هل مثلا انت حراك مش شايف ان سالم الدسر ده ملعبش في نادي اوروبا كبير محمد كانه لعيب رائع جدا ومميز جدا وكبير جدا في وسط ملعب المنتخب السعودي ملعبش في نادي في اوروبا سلمان الفرج اللي اصيب بعد اول مباراة ملعبش في نادي في اوروبا هتقولي يعني مالدوري السعودي دوري قوي صح دوري قوي جدا وبيجيبوا محترفين رائعين جدا واللعيبة دي بتتعلم منهم كتير او بيستفادوا عشان كده ظهر المنتخب السعودي بشكل مشرف في اول مباراتين صح طبعا باستخيل المنتخب السعودي اللي كان بيلعب ده لو عنده اربع خمس لعبين موجودين في اوروبا فعندها محترمة كان هيعمل ايه في البطولة ما هو ده الفرق دلوقتي بين المنتخب المغربي وبقى المنتخبات العربية كلها منتخب المغربي وحتى منتخب الجزائي اللي ما صعدش الكاس العالم بس المنتخب المغربي بميقى انه هو اللي في كاس العالم عدد كبير من المحترفين اللي موجودين في اوروبا عدد كبير من اللاعبين المحترفين في اندية كبيرة في اوروبا عندهم اللي في باير وعندهم اللي في باريس سان جلمان وعندهم اللي في اشبليا وعندهم اللي لعب اخر في اشبليا عندهم لعيبة موجودة في اندية كبيرة من اندية الصف الاول هتفرق عشان كده المغرب قريبة جدا ان شاء الله من السعود الى دور الستاشر رائبة جداً إن شاء الله هتسعد بكرة بعد مباراة كرد لازم نطور في العقلية قبل المهارات المهارات موجودة عندنا لعيبة كويسة عندنا لعيبة كويسة جداً وممتازة في المنتخب السعودي وفي المنتخب التونسي وفي المنتخب المصري كل المنتخبات العربية في مواهب بس العقلية لازم تتغير عقلية البطولة عقلية إنك تروح لبعيد مش عقلية بس إنك تحقق انتصار آه هنفضل هيفضل ده سعان فوزة السعودية على المنتخب الأرجنتيني التاريخ خلاص مش هيخبه هذا الانتصار العظيم التاريخ هيفضل حافظ للمنتخب التونسي إنه هو كسب المنتخب الفرنسي بطل العالم أو حامل لقب البطولة مش سعيزين بقى التاريخ يذكر إيه المنتخب السعودي وصل لدور التمانية في كاس العالم المنتخب التونسي وصل لدور التمانية في كاس العالم المنتخب المغربي وصل لنصف نهائي كاس العالم نصف النهائي أقول لك اوه يعني عادي كوريا الجنوبية وصلت نصف النهائي منتخب توركي وصلت نصف النهائي فيه منتخبات يعني مش كبيرة مش كبيرة في التاريخ على مستوى المنديال يعني وصلت لنصف النهائي كاس العالم ليه لأ بكرة منتخب مصر يسعد لدول السبتاشر والتمانية ونصف النهائي ليه لأ بس ده محتاج تغيرات كبيرة جدا واحد محبط محبط هكو تجاي النهارده أنا روح بفرج على المباراتين النهارده فرحان أول المنتخب التونسي ويلا ها فضلنا خطوة فضلنا خطوة نفس الدور الجاي منتخب السعودي بصراحة كان محبط أكبر أكتر عشان بعد الأداء اللي عامل قدام الأرجنتين وبعد الأداء اللي عامل قدام بولندا رغم الخسارة كنا حاسين النهارده بسهولة يقدر المنتخب السعودي يكسب المنتخب المكسيكي ما حصلش طيب تعالوا حليه أرقام من مبارات المنتخب السعودي والمنتخب المكسيكي لويس تشافز هو أول لاعب يسجل هدفا من راكلة حرة مباشرة للمكسيك في تاريخ كأس العالم كانت كورة عظيمة هدف رائع جدا بصراحة سلم الدوسري أصبح أكبر أكتر لاعب عربي يسجل أهدافا في تاريخ كأس العالم متساويا مع سامي الجابر ووهبي الخزري برصيد سلاسة أهدف المكسيك تودع كأس العالم من دور المجموعات لأول مرة منذ عام 1978 لأسف كانت على وشك المكسيك تسقط لو الأرجنتين سجلت هدف فيه المنتخب البولندي هدف آخر يعني نروح لي تصراحات مع بعد هذه المواجهة المواجهة المنتخب السعودي والمنتخب المكسيكي هيرفر ينار قال لم نقدم أي شيء أمام المكسيك لم نكن جايدين بما يكفي سجلنا هدفا لكنها وجاءة متأخرة وكان يجب أن نسجله قبل ذلك ده تصريحات المدير الفني للمنتخب السعودي أما تصريحات أو لقطة اليوم بقى لقطة اليوم هي كانت دموع سالم الدسري اللي كانت بعد هذه المواجهة وبصراحة كلنا دمعنا معاه كلنا حزننا معاه كلنا حزننا مع هذه الدموع حرام والله يا حرام المنتخب السعودي ما يسعى لدور الستاشر والله يا حرام يعني بعد ما كذبوا الأرجنتين اللي تصدرت المجموعة في النهاية أو كمنتخب في المجموعة طبيعي تسعب طبيعي ما يكونش الانتصار بتاع المنتخب الأرجنتين انتصار استثنائي زي ما كنت بتكلم مع حضراتكم من بارح احنا متعودين على انتصارات استثنائية لازم تكون القاعدة كسبت الأرجنتين ده معناه اللي انت هتخش مبارات بولندا ومبارات المكسيكو وانت الأقوى وانت الأفضل وانت اللي تكسب المبارات دي بسهولة طبيعي لما تكسب الأرجنتين يبقى خدت تسع نقط ليه ده ما بيحصلش على طول حرام احباط كبير جدا رغم رغم ان احنا مبسوطين وفخورين بالأداء اللي عملوا المنتخب السعودي في البطولة بالأداء اللي عملوا المنتخب التونسي في البطولة الزعل عشان احنا كنا قريبين اقول لك حاجة المنتخب القطري ما عملش بطولة كبيرة خسر الثلاث مبارات ومن أول مباراة واضح انه يعني أول مشاركة في المنديال والأداء لسه ومعندوش خبرات المشاركة في البطولة الكبيرة دي فالمنتخب القطري لما خرج يعني ما حسناش بأحباط كان مطاق خلاص واضح من أول شوت في المنديال من المنتخب القطري مش داخل البطولة جاهز مية في المية الأحباط جاي من المنتخب التونسي والمنتخب السعودي وان شاء الله بكرا المنتخب المغربي يشرفنا ويساعدنا طيب نروح ليه مباراة تونس وفرنسا وهب الخزري اللي سجل هدف المباراة الوحيد في الديئة 58 وكان فيه هدف ملغي لتونس لطار النادر النادر الغندري في الديئة 8 هدف ملغي أيضا لفرنسا عن طريق أنطونيو جريزمان في الديئة 97 ديئة 7 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع أرقام من فوز المنتخب التونسي التاريخي على فرنسا تونس تحقق فوزها الأول على منتخب أوروبي في تاريخ كأس العالم وتصبح أول منتخب عربي يفوز على فرنسا في تاريخ المنديال إنجاز عظيم وهب الخزري أصبح أول لاعب أفريقي في تاريخ كأس العالم يسجل في ثلاث مباراة متتالية بدأ خلالها بشكل أساسي كما أنها أصبح الهداف التاريخي للعرف في كأس العالم برصيد ثلاث أهداف متساوان مع سامي الجابر وسالم الدسري للمرة الثانية فرنسا تخسر أمام منتخب أفريقي بعد تدويجها بكأس العالم في النسخة التالية للتدويج بالمنديال المرة الأولى كانت في 2002 أمام السنغال والثانية في 2022 أمام تونس فرنسا التعرض للخسارة الأولى في دور المجموعات بالبطولات الكبرى تحت قيادة ديدي الشامب ده حصل أمام تونس مانديندا حارس منتخب فرنسا أصبح أكبر لاعب يشارك مع منتخب فرنسا بعمر 37 عاماً و247 يوماً متخطياً برناندا لاما والذي شارك عام 2000 بعمر 37 عاماً و148 يوماً بعد مباراة تونس وفرنسا كان جلال أدري المجيل الفني المنتخب تونسي آل نلوم أنفسنا على الشوت السيء الذي قدمناه أمام أستراليا فقط نشعر بحصرة كبيرة بعد توديع كأس العالم لكن علينا أن لا ننسى أننا فزنا على أبطال العالم أما علي معلول كان قائد المنتخب التونسي النهاردة قال دخلنا مباراة فرنسا بهدف المقدم كرة قدم تليق بالكرة التونسية وفعلنا ذلك حقا نفوز مع ناوي أمام بطل العالم لكننا نعتزل الجماهير على عدم التأهل أما وهبي الخزري فقال مصيرنا لم يكن بعيدين اليوم أمام فرنسا وللأسف لم يحالفنا الحظ بالنتيجة التي كنا ننتظرها في المباراة الأخرى لدينا خيبة أمل كبيرة بعد توديع كأس العالم بهذا السيناريو أما ديدي شام مداري فرنسا فقال كنت مقبل على إراحة بعض اللاعبين لأنهم معرضين للإصابة وكنا نستحق التعادل على الأقل أمام تونس لكن في النهاية حققنا هدفنا وتصدرنا المجموعة والآن نبدأ منافسة ثانية أما أنطونيو جريزمان لاعب المنتخب الفرنسي فقال لا أفهم سبب الغاء الهدف لم أتدخل في الكرة وقت إرسال الكرة العرضية نعم كنت متسللة لكنني لم أحاول لعب الكرة وخطأ المدافع في تأدير الكرة وصلت لي وبعد كده قال إن ده بالنسبة لي قرار غريب دي تصرحات أنطونيو جريزمان وهب الخزري رجل مباراة تونس وفرنسا لعب النهاردة 59 دقيقة سجل هدف وسدت 3 كرات مرر 9 كرات التسعة كانت تمريلات صحيحة وراوغ مرة واحدة بشكل صحيح من 3 مراوغات دي الأرقام راهب الخزري أمام حضراتكم ده مثلا من اللعابين اللي ما كنوش بيشاركوا فيه على مباراتين المايزين شارك في جزء من مبارات بلانة بس ما بيشاركش ما تفهمش علي معلول برضو كان رائع جدا كشريدة كمان البكرايت في تونس كان عامل أداء رائع جدا مدرب بصراحة في رأيي الموديل الفني المنتخب التونسي يتحمل هذا الخروج لتونس من المونديال ده في رأيي أما الأرجنتيني النهاردة فعادت مرة أخرى قواية جدا في المونديال بفوز كبير أو فوز جيد على المنتخب البولندي 2-0 أليكس ماك أليستر سجل الهدف الأول في ديئة 46 والفارس سجل الهدف الثاني في ديئة 67 ميسي تغلق النهاردة كعادته المبارات بشكل عام بتقول إن الأرجنتين دخلت مرة أخرى للمنفسة على كأس العالم أصبحت مرة أخرى أحد المرشحين لكأس العالم بعد خسارة مفاجأة أمام المنتخب السعودي بعدها كبير للمنتخب السعودي تعود مرة أخرى لأرجنتين وتعالي عن نفسها مرشحة للقب كأس العالم 2022 من أرقام مباراة الأرجنتين وبولندا في كأس العالم دي لقطات زي ما حالكم شايفين من المباراة وجميع الأرجنتين النهاردة فرحت تنفسة للصعاداء النهاردة وحسف مرة أخرى الأرجنتين قادرة على الفوز بكأس العالم تشيزني بصراحة تشيزني حارس مانوا بولندا عمل بطولة قوية جدا حارس مانوا بولندا طبعا ونادي وفينتوس الإيطالي عمل بطولة كبيرة جدا طالق جدا نهاردة قدام الأرجنتين وعمل أداء محترم جدا وتصدى لضربة جزاء من ميسي طيب دي فرحة جميل أرجنتينية بعد الفوز النهاردة الناس كلها تحلم بفوز نيونيل ميسي بكأس العالم وناس أخرى تحلم بفوز كريستيانو رونالدو بكأس العالم أساطير كبيرة بصراحة بصراحة شديدة الأرجنتين ما كانت شيء نفع تخرج من كأس العالم بشكل مبكر خالص يعني حرام حرام لمتعد كرة القدم نيونيل ميسي يغيب بشكل مبكر عن كأس العالم نفس الأمر بالنسبة لكريستيانو رونالدو بصلا عارف أنت اللي هي دي اللحظات الأخيرة فأنت عايز تاخدها كلها مع أصلافين شايفين طبعا دي كانت فرحة الجمال الأرجنتينية ده بيونيس آيرس العصامة الأرجنتينية بعد الفوز النهاردة الفوز الأرجنتين على المنتخب البولندي جمال الأرجنتينية فرحة عظيمة جدا اللي كان معها طبعا من ناحية التانية فرحة لي بولندا رغم الخسارة النهاردة ولكن تآهوا العصير بفرق الأهداف مع المنتخب المكسيكي الفرحة دي من الدوحة فرحة الجمالية البولندية النهاردة كانوا على وشك الخروب كانوا على وشك الخروب النهاردة منتخب السعودي على فاكة الهدف اللي سجلوا كمان فيه المرمى المنتخب المكسيكي مع نهاية المباراة قضى تماما على أحلام المنتخب المكسيكي الكصة كلها كانت إيه منتخب المكسيكي والمنتخب البولندي دي وقت ما كانت ارجنتين متقدمة على بولندا بهدفين والمكسيك متقدمة على السعودية بهدفين كانوا متساويين في كل شيء وكانوا هيحتكموا لقاعدة اللعب النظيف اللي هي الانذارات والكروت يعني الانذارات والكروت الحمراء وكانت بولندا متفوقة في اللعب النظيف بفرق انذارين فقط كانوا اكتر للمنتخب المكسيكي الامور كانت قريبة جدا من المكسيك وبولندا النهاردة لو المكسيك سجلت هدف تالت في السعودية والسعودية كانت سجلت هدف كان المكسيكي اللي هتسعد الى الدور القادم بدلا من بولندا تشازني اللي لسه كنت بقشيد او بقشيد بحارس مارما المنتخب البولندي حارس مارما يوفينتوس الايطالي اصبح ثاني حارس في تاريخ كأس العالم يتصدى لراكلة جزاء قام بارتكابها بعد جول باتس مع فرنسا ضد البرازيل في 1986 كما اصبح اول حارس يتصدى لراكلة جزاء في نفس النسخة من المنديال بعد الالماني فريدل عام 2002 منذ 1966 ليونيل ميسي هو ثاني لاعب يهدر لراكلة جزاء في تاريخ مشاركاته بكأس العالم بعد اسموه جيان لعب غانا طبعا الكبير انزو فرنانديز اصغى اللاعب يصنع هدف للارجنطين في كأس العالم بعمر 21 عاما و317 يوما منذ ليونيل ميسي امام سربا في عام 2006 بعمر 18 عاما و357 يوما ماكاليستر رجل مباراة الارجنتين وبولندا لعب 84 دقيقة سجل هدف وصنع 3 فرص وسدد كورتين وتمريراته الصحيحة كانت 50 من 52 تمريره رقم عظيم جدا جدا يعني بعد مباراة الارجنتين وبولندا يونيل ميسي صرح وقال يجب علينا ان نبقى هادئين لم نحقق شيء بعد علينا ان نسير مباراة تلو الاخرى من الان يبدأ كأس العالم جديد لا مجال الاخطاء به ويجب ان نكمل ما فعلناه اليوم امام بولندا اما جوليان الفارس لاعب الارجنتين فقال انا سعيد على المستوى الشخصي وايضا للمجموعة ككل قدمنا مباراة رائعة وحققنا الهدف المنشود من هذه المرحلة وهو التآهل في الصدارة الان يبدأ كأس عالم جديد دي تصريحات ما بعد مباراة الارجنتين وبولندا اما مباراة استراليا والدنمارك فانتهت بفوز استراليا واحد سفر ما سيوليكي تسجل هدف فيه ديئة ستين هدف استراليا الوحيد بصراحة استراليا ما عملتش بطولة كبيرة بس لقيت تونس سهلة مباراة سهلة تكيزبت نهارده الدنمارك مش النهارده بس الدنمارك اداءها مفاجئ في البطولة بشكل عام وخروج منطقي بس الدنمارك في التصفيات في البطولات في الدولة الارجنتين في كل حاجة كانت بتعمل مباراة كبيرة جدا لدرجة ان الجميع كان يتوقع للدنمارك واسربيا تحديدا المنتخبين دول مفاجئات كبيرة في هذا المنديال حتى الان الدنمارك خرجت واسربيا على وشك الخروج اكتر اتنين كان العالم كله متوقع لهم ان هم هيكون احدهما الحصان الاسود في البطولة للتنين او الدنمارك خرجت واسربيا على وشك الخروج أداء غريب جدا من المنتخب الدرماركي بصراحة أداء غريب طيب ما سليكي لأجل مباراة أستراليا والدرمارك لعب النهاردة 89 دقيقة سجل هدف وسدد كورتين وصنع فرصة وتمريراته كانت 17 صحيحة من 29 تمريرة غريبة سعود أستراليا تحديدا غريب ما بقدمتش حاجة بصراحة في مطرق آه بتكسبت وصعده في 6 نقاط سبحان الله يعني آخر حد ممكن تتوقعه أنه يسعد في هذه المجموعة هي أستراليا توقع فرنسا بطبيعة الحال وتقولي البطاقة التانية بين الدنمارك وتونس خاطفة أستراليا البطاقة التانية طيب التأكيد تستحق التحقيق تصرحات بعد هذه المباراة مباراة أستراليا والدنمارك واحنا بنشوف احتفالات الجماهير جرهام أرنولد مدرب بأستراليا قال دخلنا البطولة بكثير من الإيمان والإصرار لقد عملنا على مدار أربع سنوات للوصول إلى هذا الإنجاز الكبير جئنا إلى قطر وهدفنا واضح هو عبور دور المجموعات وحققنا ذلك أما كريستينسن لاعب المنتخب الدنمارك فهي لتوديع كأس العالم في المجموعات واحدة من أكبر خيبات الأمل التي مرت علينا لقد عملنا بجد للتحضير إلى المنديال لكن سنعود إلى المنزل بعد أسبوعين فقط هذا محبط للغاية كريستينسن طبعا مدافع برشلولا دي احتفالات احتفالات الجماهير وفرحتهم النهاردة بهذا الانتصار الكبير في سيدني في أستراليا بصراحة يعني مفاجأة يعني دي بقى بالنسبة له حتى هذه اللحظة أكبر المفاجأات أكتر المنتخبات الغير متوقع صعودهم إلى الدور القادم صعدت أستراليا إلى الدور القادم دور الستاشر دور الستاشر طيب ماشي نروح إلى قطر ومراسلنا المميز دوما محمود شاكر مراسل التلفزيون المصري وبرنامج رقم عشرة يوصف لنا الأجواء دلوقتي أجواء عظيمة جدا وواضح أنه كمان معاجا مهير وفي مكان عظيم جدا كمان كعادة محمود شاكر بالتأكيد ألف سلامة محمود عارف أنك تعبان شوية وصوتك رايح شوية مش عايفة كنت بتشجع ولا صوتك تسحيت من النمت صحيت لقيت صوتك رايح كده محمود عمل إيه كل التحية اللي جا جريم وكل التحية لمشاهدينك الكرام في كل مكان صوتي بس تعبان شوية من التشجيع أكيد مش من حاجة تانية طيب محمود أنا محمود محمود هقطعك بس أقول لك حاجة لو هديت صوتك شوية هنسمعك يعني أنا عارف أن أنت تحب دائما تتكلم بحماس بس عايز أحافظ على صوتك بس فاضل فاضل أتكلمك كده صوت كده صوت كده صوت كده صوت كده فاضل يا محمود معايا يا حدي الجنة مهير المغربية عاوز أسأله عن مباراة بكرة مباراة المغرب والمباراة الصعبة جدا للمغرب بكرة عاوز أعرف رأي وبعد المنتخبات العربية النهاردة والمشكلة اللي حصلت في تونس الصعودية وخرجه من المفاجئ عاوز أسأله توقعاته لمباراة المتخب المغرب بكرة تحيياتي أول الشعب المصري العظيم من قطر مستطيفة كعس العالم وتحيياتي لكل من يشاهد قناتكم الجميلة قناة الفضائية المصري الأولى أما بخصوص مباراة المغرب إن شاء الله نتمنى أن تكون مباراة في المستوى عندنا حدود كبيرة لإما تعالي الأولى هديمة بأقل أهداف ونتمنى أن نكون يعني منقيدين الأمل العربي بعد هذه الخيبات التي تلقيناها اليوم يعني صدمات وراء صدمات يعني خفطة في الرأس توجع يعني اليوم تونس السعودية ونتمنى من الجمهور العربي يعني تشكتب من خلال تلفاز أو اللي في قطر يششعونا وإن شاء الله نتجة إيجابية ترضي جميع الإخوة العرب إن شاء الله على الحصر النهاردة ممكن يكون مرز عنزار منتخب المغرب بكرة أكيد أكيد طبعا المغربة الآن يفكرون تفكيرين يعني كيف يتجاوز هذه الصدمات وأيضا كيف يعني تحفظ ما أوش الفرق العربية ولذلك غدا إن شاء الله سوف نكون وراء مجندين وراء منتخب المغربي الذي يمثل العرب أجمعين وبتوفيق لنا والكافة الشعوب العربية وتحية مصر عجبنانا اللي هو عمله ده كريم أكيد ومعايا عن توقعاته محمود سألوا عن توقعاته على المطشب لم يمشي ولا ماشي خلاص أقعاتك المباراة بقميري السعودية ولكن كنا عياح بقميري السعودية وأعوز أعرف منك رأيك في الحصل هل كنت متوقع أن حصل والله والله التوقع والله ما كنا نتوقعين بظل التنفسية التي صارت في الدور السعودي بظل زيادة عدد من الأجانب في الدور السعودي رفعت مستوى التنفسية وانتصرنا بأول مباراة بعد المباراة هذه عقدنا الأمل أنه ممكن هذه المرة تكون إن شاء الله هي لكن هذا حال الكورة بالنهاية حمد الله لكل حال الفين ستة وعشرين إن شاء الله أنا موعد بإذن الله شهر كيف حصل لعلاقة بين رفيرينار ولا باللعيبة والله ممكن اللعيبة كانت ذقة زايدة منهم بعد مباراة الأجانبين الانتصار أعطاهم ذقة زايدة شدتتهم في المباراة اليوم لكن هرفيرينار ما قصر صراحة غير في المنطقة عندنا كانت مشاركاتنا الأسيوية ضعيفة خسرنا في آسيا لكن في التصفيقات هذه المنطقة بشيء من التغير الله مالك الحمد وإن شاء الله الفين ستة وعشرين الوعد بإذن الله زي ما أنت شايف الكريم الجبائر السعودية حزينة جدا 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 وكلهم في حالة صدمة كبيرة جدا وكلهم يا دوما مني أنا بس يأكلوا كل عاوز يمشي روح حاش عاوز يتكلم محمود طبعا محمود أنا 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 مش هتقول عليك ألف مليون سلامة أنا بشكرك شكرا جزيلا لا خالص يا حبيبي خالص ألف سلامة عليك بس عايزينك ترجع تخف بسرعة عشان بكرا إن شاء الله نفرح مع المنتخب المغربي طبنا يا شبيك هشكرك شكرا جزيلا زمان العزيز محمود شاكر مرسلنا في آآ قطر من التلفزيون المصري وبرنامج رقم عشرة ماشي نروح لتقرير عن احتفال الجماهير التونسية بعد الفوز اليوم على المنتخب الفرنسي ونرجع نكمل يا تهم صحة لأوليد لأبو بالدين إن شاء الله الميطاف الثاني يعطيه الجماركي يعطينا للديرين يعطينا للغلايب جير عبورجيل وإحنا معهم خلط رب إن شاء الله ربحي أربوح بقلط رابي لعبوا بالدين لأوليد بصراحة إحنا اليوم أخذينا كاس العالم يعني حتى كندلبوا من بعدها ونربحوا ما ثمش حتى قيمة اليوم فرنسا هي كانت القوية في اللعب وفي كل شي ربحناها اليوم معتها بالقوة باللعب معتها إحنا اليوم أخذينا كاس العالم في غيمون معنت حتى حتى ما ترشحنيش أما فرحانا برشة 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 خرجنا هكا عن جدارة ربح عن جدارة عن ديانة ربحنا عن ديانة كوب جماند عنا بصراحة كنتر فرنسا وربحنا بغيمون عز حاجة عملتها دخلت لنا الفرحة أول مرة ما نفرحوا حكاية بعد دي كله العناء هدر كله مغير ونجي أما بغيمون بغافوه لأولاد بغافوه لعبتو يعطيكم صحا حتى معناها ما ترشحنيش من بعد الماشي متاع فرنسا معناها الحمد لله معناها ربحناهم تونس معناها توري تيسر في الكرة على قبل معناها وإن شاء الله دي ما هكا معناها وإن شاء الله دي ما ربحين يا علم بحضراتكم مرة أخرى تعال نروح لمباريات الخميس في كأس العالم الجولة الثالثة المواجهة الكبيرة لمنتخبنا العربي المغربي هيواجه كندا الساعة خمسة إن شاء الله في نفس التوقيت منتخب الكرواتي هيواجه المنتخب البلجيكي وفي التساعة مساء اليابان في مواجهة قوي جدا أمام المنتخب الأسباني وكوستاريكا في مواجهة أيضا صعبة جدا أمام المنتخب ساعة تسع مساء في نفس التوقيت نقطة بقى عايز أقول كلمتين من قلبي للمنتخب المغربي منتخب المغربي حقيقي حتى هذه اللحظة رافع رقابتنا للسماء المنتخب المغربي حتى هذه اللحظة في مبارتين في منتهى القوة أمام المنتخب الكرواتي والمنتخب البلجيكي والمنتخب الكرواتي وصيف كأس العالم 2018 تعادل معاه فوز على المنتخب البلجيكي ثالث العالم البطولة الماضية والمصنف الثاني عالميا في تصنيف الاتحاد دولي الكروات القدم في الوقت الحالي تجمع منهم أربع نقاط الوضع الطبيعي أن المنتخب الكرواتي والمنتخب البلجيكي هم اللي يسعدوا عن هذه المجموعة ده قبل البطولة لكن اللي عملته المغرب في هذه البطولة حاجة مشرفة جدا حاجة ترفع الراس حاجة محترمة جدا ما يخشش فيك أهداف في المباراتين في منتهى الصعوبة قدام بلجيكا وكرواتيا ده الشيء وإنجاز رائع جدا رجاء وأنا عارف أنه خلاص الفرقة دلوقتي أكيد بتلعب وبتشتغل بس اللي يوصل الكلام يوصله رجاء أنتو خلاص في هذه المباراة بتلعبوا باسم كل العرب ما بقاش فاضل غيركم كلنا في ظهركم كل العرب في ظهركم أنتو شرفتونا عايزين الأداء يفضل مشرف والنتائج تفضل مشرفة ويبقى صعود مشرف للمنديال عايز بكرة أقول صعد المنتخب المغربي لدور الستاشر من كأس العالم الفين اتنين وعشرين بعد أداء مشرف ومبهر وعظيم مش عايز أقول أبدا تاني خروج لقدة لله مشرف المنتخب المغربي يستحق أنه يذهب لنقطة أبعد كمان من دور الستاشر مش ببالغ أبعد كمان من دور الستاشر المنتخب اللي تغلب على بيتجيكا وتعادل مع كرواتيا يقدر يروح لنقطة بعيدة أبعد كمان من دور الستاشر بكرة مباراة كندا مش سهلة ومش صعبة صعوبة هاتيجي لو لقدر لكان فيه استهتار أو سكة زيزة سهلة لو المنتخب المغربي لعب بنفس أداء المباراتين الماضيتين ولبنا معاكم صوتنا معاكم هنشجع التسعين دقيقة هنفرح لمنتخبنا العربي المغربي نسنده ونقف في ظهره حتى آخر نقطة إن شاء الله يوصلها في المنديال وإن شاء الله تكون نقطة بعيدة بإذن الله نروح لتصرحات التي قيلت قبل مباريات الغد ونبدأ من مدرب المنتخب البلجيكي مارتينيز قبل مواجهة المنتخب الكرواتي نشوف ونرجع نكمل كلام هذا الجيل هو الجيل الذهبي لكرة القدم البلجيكية لا شك لقد حصلوا على الميدالية البرونزية في عام 2018 حافظوا على منتخبهم الوطني لمدة أربع سنوات في المركز الأول في التصنيف العالمي سيستمر هذا الجيل في التأثير على كرة القدم البلجيكية على مدار عشرين عاما قادما كأس العالم هو أكبر حدث رياضي في العالم وهناك العديد من بطولات كأس العالم التي يتم لعبها على مدار التاريخ يمكنك أن ترى أنه ربما قامت دولة مثل فرنسا بعمل جيد جدا وأصبحت نقطة الحديث الرئيسية لبعض وسائل الإعلام في بلجيكا هذا يظهر لك أنه ربما تكون هناك رغبة أكبر في العثور على أخبار سلبية حول هذا الفريق بدلا من جمع الأمة معا ودعم هذا الفريق في مشواره والاستمتاع بموهبة أفضل جيل شهدناه في كرة القدم البلجيكية بالتأكيد لويسيونيك الموديل الفني للمنتخب الأسباني حاطت قدام عنه خسارة المنتخب الألماني من نفس المنتخب الياباني نسمع تصريحاته نريد صدارة المجموعة إنه من المهم لنا أن نواجه الفريق صاحب الترتيب الثاني في المجموعة الأخرى العديد من لاعب اليابان يلعبون في ألمانيا وأيضا في إسبانيا إذا توجب علي قول شيء عن اليابان سأقول أن حركتهم عالية ويتمتعون بالسرعة يضعونك تحت الضغط ولا يعطونك وقت للتفكير لن يكون لدينا الوقت لتطبيق أسلوبنا لديهم العديد من اللاعبين الجيدين أتمنى ذلك سيعني ذلك أن كلينا سينهي دور المجموعات في الصدارة البرازيل قوة كروية بغض النظر عن أي نسخة من كأس العالم أو أي سنة في المستقبل سيكون البرازيل دائما أبرز المرشحين لديهم جودة كبيرة وموهبة ومهارة على الصعيدين الفردي والجماعي يعرفون تماما كيف يلعبون وبكل وضوح هم المرشح الأبرز البرازيل دائما المرشح الأول في كأس العالم في المقابل مرياسو مدير الفني لمنتخب الياباني أظهر احتراما كبيرا للمنتخب الأسباني نسمع تصرحات ستكون مباراة شديدة الضغوط للاعبنا لكن يجب أن يؤمنوا بأنفسهم وبزملائهم في الفريق إذا تمكننا من اللعب بنسبة مئة بالمئة من إمكانياتنا فستأتي النتيجة التي نسعى إليها لقد كتبت في دفتر ملاحظات النقاط الرئيسية لأقولها وأول شيء هو أن الماضي لا يمكن تغييره إسبانيا جيدة جدا بدنيا وتكتيكيا وفنيا وهم فريق جيد للغاية لدي فهم عميق للمنتخب الإسباني وتطور لعبيه هم ناجحون في أسلوبهم وإيقاعهم في كرة القدم الفوز على كوستريكا بثمانية أهداف دون مقابل هذا يعني عدم احترام لأي شيء كما أنه سيقلل من شأن كوستريكا إذا توقعنا تسجيل ثمانية أهداف سنكون سعداء إذا فزنا بالمباراة هذه هي نيتنا وهدفنا وسيعتمد ذلك أيضا على النتيجة لقد أخبرتهم أن يتأكد حقا من أننا سنحصل على نتيجة جيدة منذ البداية إن العودة من الصفر ثم الفوز على اليابان ليس بالأمر السهل وبالتالي يتعين علينا احترامهم لذلك سنرى ما سيخبئه لنا اللقاء ونحتاج إلى إيجاد الحل المناسب ونحن نرى أنه كان هناك جيدة جيدة نحن ندرك مدى صعوبة ذلك نحن على دراية بإمكانياتنا لنفعل كل شيء لدينا حالة جيدة ونريد أن نفعل أشياء مهمة نحن نريد التأهل علينا استغلال الفرصة بأكبر قدر من المسؤولية نحن نلعب من أجل بلد بأكمله يريد التأهل في كأس العالم عليك أن تفكر بمسؤولية وحذر شديد قد تكون هناك تغييرات في التشكيل سنرى ذلك في النهاية إذا مضينا قدما وتأهلنا أمام ألمانيا فسيكون ذلك فخرا لنا نحن نعمل من أجل ذلك طيب فيه تأسلحات كمان مش معنا بس أقول لكم حصلت النهاردة تيبو كورتوا النهاردة كان فيه انتقادات كثيرة على تيبو كورتوا حارس مرمى المنتخب البلجيك أفضل حارس في العالم حارس مرمى ريال مدريد إنه بعد الخسارة من المنتخب المغربي مسلبش على لعبي المنتخب المغربي تيبو كورتوا قال إنه هو بعد المباراة كان غاضب جدا كان غاضب جدا من نفسه ومن أدائه هو اللي بيتكلم يعني تيبو كورتوا وقال ده اللي ما خلهوش يركز فيه اللي حواليه أنا بصراحة ادهيت برضو من تيبو كورتوا بعد المباراة المغرب بس التأسلحات دي منطقية لعب الكورة خاصة ما بتلعب لمنتخب بلدك بيبقى عليك ضغوطات كبيرة جدا فيه اللي بيعرف يتحملها وبيعرف يتعامل معها حتى مع الخسارة ويتعامل بروح رياضية وفيه اللي ما بيقدرش يتحملها ده حاجة بشرية يعني أنت بمكن تبقى شخص عصبي جدا حتى وإنت عصبي جدا أو يا عفوا تبقى مضغوط جدا حتى وإنت مضغوط جدا تعرف تتعامل مع اللي حولك فيه شخص تاني مضغوط جدا بيعرفش تتعامل مع حد يقولك لا سيبو لي الواحد مش عايز تتكلم عن حد مش عايز تتكلم عن حد مش عايز تتكلم عن حد فأنا مدينه شوية عزري بصراحة شوية عزري بس طوال الانتقالات كيتواسعة جدا على تيبو كورتوا بعد مباراة المغرب كمان فيه خبر مهم كريستان أرونالدو بحسب صحيفة ماركا الأسبانية قالت النهاردة إن كريستان أرونالدو عنده عرض مغري جدا لمدة عامين ونصف من نادي النصر السعودي عرض مغري جدا لكريستان أرونالدو كلام عالمية ومتين مليون دولار يعني ما فيش طبعا حاجات رسمية بس أرقام ضخمة جدا جدا من نادي النصر السعودي والمدة قد إيه سنتين ونصف يعني هيلعب لحد ما يبقى عنده أربعين سنة ده بالنسبة لكريستان أرونالدو اللي أعلن مع أول يوم في كأس العالم إنه فسخ تعاقده مع كريستان أرونالدو به أطراضي وأصبح لاعب حر في هذه اللحظة كلام كثير عن أندية كثيرة ولكن ماركة الأسبانية النهاردة قالت إنه العرض الأقرب هو عرض نادي النصر السعودي لمدة عامين ونصف عرض قد يصل إلى 200 مليون دولار رقم خرافي مش نروح ليه أو نرجع نرجع أوش للدوري المصري نهاردة بيراميز قدر يفوز على حرس الحدود واحد سفر وحرس الحدود ما زال يعاني فيه الدوري منذ بداية الموسم هدف ليه فخر لقاي في الدقيقة 54 من ركلة الجزاء بيراميز كانت بداياته مش أعظم حاجة فيه الدوري هذا الموسم وفقد عدد من النقاط ولكن يتحسس الوضع الكابتن أحمد أيوب كان ضيفي منذ أيام وقال لي إنه هيحاول مع حرس الحدود إنه يعمل فريق محترم ويعود ليه أو يقدر يحقق فوز أول فيه الدوري الممتاز ممكن يبقى فيه مباراة بيراميز ولكن ده ما تحققش النهاردة وبيراميز قدر يفوز بهذه المواجهة عن طريق فخر اللقاء زي ما قلت لكم من ضربة جزاء حرس الحدود عنده لعبة كويسة بس محتاج وقت أتمنى إنه الكابتن أحمد أيوب يكمل معهم شوية يعني محتاج وقت إن المدرب يعرف يحط يحط يده على الفرقة بشكل كويس ويشتغل معه بص يا جماعة أنا عايز أقول حاجة والملخص ده شغل معنا تمام؟ اللي بيحصل ده استثناء وإحنا قابلينه عشان نزق المركب الدوري والكاس والبطوات اللي حين نلعبها دي بس هو ما فيش أي منطق في العالم يخلينا نلعب أي بطولة محلية أثناء كاس العالم حتى لو الدول الإنجليزي حتى لو الدول الأسباني كاس العالم حالة خاصة جدا العالم كله بيركز معه بس زي ما قلت لكم أمري ما نبدأ كاس العالم قادينا بنزق المركب عايزين نخلص الموسم عشان ما نضغطش نفسنا في الموسم اللي جاي ونفضل ضغطين نفسنا طول الوقت ماشي عشان نعيش عيشة طبيعية واتمنى بقى بص بقى استنى تبكز معايا نشوف الجون وهقولك كلمتين برضو عشان ها يعني لو ده حصل هنزعل قومة بعض زي ما نتو شايفين ده ملخص المباراة بالكامل النهاردة بين بيرامد وحرس الحدود المطش ما كانش على مستوى عالي جدا طبعا احنا غزبنا عندنا هنتطرق سفين نكارن المستوى بس يعني المطش ما كانش مستوى عالي في المجمع يعني حتى على مستوى المحلي ما كانش مستوى عالي ودي ضربة الجزاء اللي هيسجل منها بيرامد هدف الفوز عن طريق فخري لقاي لهدف اللي أنهى المباراة تماما طيب وانا بدردش معاكو كده تمام احنا مستحملين وراضيين وقابلين ان البطولة المحلية بتاعتنا تبقى شغالة في وقت كاس العالم ومرة اخرى عشان الناس بتتكرش بس لها بتكلم عن الدول المصر لو الدول انجليزي والدول الاسباني شغال هتبقى متضايق ان هم شغالين وكاس العالم شغال تمام منهوش علاقة بالمستوى وفرق مش عارف ايه والكلام اللي احنا دايما بنقوله على طول بس احنا استحملنا هتيجي بقى بعد كاس العالم لاي سبب من الاسباب تقول لي والله هنأجل مطشين هنأجل تلاتة طب هنمد الدول شوية نهايته طب هنعمل مش عارف ايه لا لا خالص قد نستحملنا معاك اهو وتحملنا بقولي القائمين على الكرة في مصر تحملنا عشان نزوق المركب كلنا مع بعضين بس ايه بقى حاجة من الحاجات اللي ايه هنأجل لفلان عشان فلان زعلان واصل اللي زعلان دوت بيقول اللي احنا بلعب لمصلحة اه اسم مصر او بلعب لاسم مصر في البطولات الافريقية والعربية والاسيوية والانجليزية الكلام المعتاد ده اللي بنحطه دايما عشان نأجل مطشطنا ونريح يا جماعة فينو نقطة مهمة كل ما بتريح اكتر كل ما بتازع اكتر بعد كده في ضغط المباراة وانت برضو اي نادي انا بتكلم على اي نادي انت برضو اللي بتشتكي من ضغط المباراة بعد كده تخلونا نمشي زي الناس عشان نخلص ودينا بنتحمل مع بعض نهاردة امبي مباراة مصيرة جدا قدام البنك الاهلي امبي فاز 3-2 رفيق كابو زي ما كان معانا على هاتف سجل هدف الاول فيه الديئة التانية وسجل يوسف لبيب الهدف الثاني الانبي في الديئة الخمسة داول خمس ديئة بعد كده محمد عبدالعاطي سجل الهدف الثالث في الديئة سبعة وعشرين يعني هدف الانبي في سبعة وعشرين دقيقة بنك الاهلي كان خلصت المباراة بالنسباله وحسن معلوماتي كمان ان رئيس البنك الاهلي ساب المباراة بين الشوطين بين الشوطين وكلام على انه كابتن خالد جلال موقفه محل شك في الفترة اللي جاية بعد كده محمود قعود سجل هدف اول للبنك الاهلي وسجل الهدف الثاني للبنك الاهلي محمد هلال من وكل الجزاء في الوقت المحتسب بدلا من الضائع المباراة غريبة بقى في الكروتين نتكلم في سبع بطاقات صفراء وكارتين او طردين للاعبي البنك الاهلي طرد اول لناصر منسي بعد الانذار الثاني في ديئة ستة وتمانين وطرد مباشر لمحمود الجزار في الوقت المحتسب بدلا من الضائع من المباراة حكا مباراة النهاردة كان احمد او الكابتن احمد الغندور كروت كتيرة اوي في المباراة كروت كتيرة اوي بدون داعي بصراحة او يعني مش محتاجة الامور تتوطل للدرجات دي المباراة كانت غريبة جدا على البنك الاهلي كابتن احمد كشري اول جولين في اول خمس دهائق وثلاث اهداف قبل نص ساعة من نهاية الشوت الاول نهاردة انبي عمل مباراة محترمة وبصراحة تحية كبيرة للكابتن احمد كشري او مستلم مستلم فريق كابتن احمد كشري ده هدف يوسف لبيب كابتن احمد كشري مستلم فريق مش من عنده ابرز العناصر مصطفى شلبي ومحمود جاد وابوكا وزي ما تقول كده ايه بيكون فريق جديد نهي قدر يكسب النهاردة فوز اول لانبي في الدوري ده شيء جيد جدا وخطوة مهمة جدا وبصراحة كبيرة نحمد كشري عنده ميزة عظيمة يعني نراجل بيعرف اشتغل في ظروف صعبة مدرب الظروف الصعبة وانبي بصراحة كادارة وكفريق مستقر وعنده شباب كويسين داعبين شباب ده لهادف التالت ليه انبي النهاردة انبي اتساح ليه البنك الاهلي بصراحة اتساح ليه البنك الاهلي وان كان يعني وان كان هدفين في اللحظات الاخيرة للبنك الاهلي بيقول برضو ان انبي ما كانش يمسك نفسه لحد اللحظة الاخيرة كانت الممكن المباراة تهرب منه وبرضو لازم نشيد بالبنك الاهلي اللي كان لاخر اللحظة بيحاول يرجع فيه النتيجة وبعد التأخر بتلات اهداف في 28 دقيقة يقدر ينهي المباراة بنتيجة 3-2 نتيجة شكلها حلوة مفهاش انهيار كبير فمشي ماشي البنك الاهلي برضو عنده فرقة محتربة ولو سألتني عن رأيي انا مع فكرة استمرارك كابتن خالد جيل الراجل مستقر مع الفريق بقاله تقريبا هو سنة ونص واكتر واعمل اداء معقول جدا مع البنك الاهلي اكيد دلتم حاطة اكبر شوية عشان اللعيبة تبقى موجودة كن بالك النهاردة محمد ابو جبل غياب عن البنك الاهلي بسبب الاصابة حارس مرمى للفريق الاساسي والزنفالي هو اللي كان بيلعب النهاردة اساسي محمود الزنفالي حارس مرمى البنك الاهلي كمان غازل محلة النهاردة فاز 2-0 على الاتحاد السكنداري بقول انفوا في الهدف الاول في الديئة 31 والهدف الثاني سجله احمد الشيخ دي بالنسبة لي بتقول حاجات كتيرة اوش مباراة كبيرة بصراحة الغازل المحلة اللي عامل موسم رائع جدا مع بابا فاسيلي بابا فاسيليو اداء مبهر ومدش بابا فاسيليو على فكرة النهاردة نفى فكرة او الانباية اللي تقالت ان هو هيمشي من غازل المحلة الكلام هو مكمل مع الفريق وعمل معهم اداء حلو اداء كورة يعني حلوة ونتاج جيدة جدا الاتحاد اصلا من افضل الفرق اللي بدأ في الدوري هذا الموسم وغازل المحلة من الفرق الرائع اللي بدأ هذا الموسم يقدر غازل المحلة يكسب بهدفين نظيفين النهاردة فدي نتيجة رائعة جدا لغازل المحلة يستحق عليها الفريق الاشادة ويستحق عليها الجهاز الفني ايضا الاشادة بكيادة بابا فاسيليو ده الجون اه دي كانت كورة المهمة مش الجون طيب احنا لسه مكملين مع حضراتكم الكلام عن كأس العالم والكلام عن كأس العالم لا يتوقف بكل تأكيد معنا فترة عظيمة وممتعة جدا في كرة القدم لامتاع يزداد ايضا بتواجد الصديق العزيز محللنا الرائع محمد عبدالوهاب معنا في رقم 10 بعد هذا الفاصل حليف ما موسيقى 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 ترجمة نانسي قنقر 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 يبقى مسيطر على القرى الأسيوية ويقدر أنه ياخد كاس أسيا الجاية ويقدر أنه مشاركاته قادمة في كاس العينة متابعة أفضل من كما طيب بما أنه في هذه المجموعة فأكمل معاك فيها الأرجنتين وبولندا بولندا زهور خافت صحيح سعود ولكن زهور خافت فيها المنديل غير متوقع يعني هكذا كنتم تصورين تحديدا بولندا مع الدنماركة مع المنتخب السربي هيعملوا زهور أفضل من كدرماك خرجت خلاص بولندا سعدت النهاردة على الحروق رجزام بيقوله يعني في منافسة عظيمة وكبيرة مع المكسيك النهاردة الأرجنتين كمان تعود مرة أخرى واحدة من المرشحين لألفوز بكأس العالم الأرجنتين بعد بداية وحسارة من المنتخب السعودي والناس قالت أنها تبقى مشاركة صعبة جدا للمنتخب الأرجنتين النهاردة الأرجنتين بتسعد وهي في الصدارة طيب نتكلم على المنتخب البولندي هو تأهل قبيح يعني تعطفنا كلنا مع المنتخب المكسيكي حتى هو بيلاعب المنتخب السعودي بعد تباعة فرص المنتخب السعودي للوصول كنا في فترة بنشوف الإنذارات وصلت لسبعة خمسة وكانت قريبة وكانت فكرنا مبارات مصر وجزائر في كاس العرب شفنا المنتخب البولندي منتخب ظهر بشكل قبيح جدا كل مواطن القوى بتاعته بالأخص في الجانب الهجومي لم يتفع لا ليفندوفسكي كان متحرر لا ملك لما كان موجود مع ليفندوفسكي استمر معاه فترة في الملعب بحيث يحرره لا زلينسكي اللي متقلق مع نابولي متصدر الدولي إيطالي ظهر بشكل كويس جدا أداء باهت من المنتخب البولندي النجم السبب الرئيسي في التأول هو تشزن بتصديق لركلتين جزاء وحدة فيهم كانت كفيلة بأن المنتخب البولندي يقصى من التأهل لحساب المنتخب المكسيكي اللي فارقت معاه على هدف واحد بس لو كان أحرزه في المنتخب السعودي عايزة أقولك بس إحصائية كده تبين اللي أنا بقوله ده بمنطقة بساطة جدا المنتخب البولندي استقبل 23 تصويبة من المنتخب الأجنطيني منهم 12 تصويبة على المرمى في حين إنه هو سدد أربع كور بس ولا واحدة منهم على المرمى ده يقولك حاجات كتير قوي إن المنتخب البولندي منتخب عنده قدرات بس نفس الوقت المدير الفني بتاعه مش قادر يستغل قدرات دي لحساب التحفز الدفاعي في ملحوظة أنا شفتها البطولة دي والنسخة دي كريم من كاس العالم شفت إن كل منتخب غير فكره وغير طريقته عشان بيواجه مستوى أعلى منه الطريقة دي بتطلعه هجوميا وحش جدا ودفعيا وحش جدا اللي اعتماد على خطة التلاتة أو الخمسة اللي شفناها من منتخبات كتير جدا قدام الفرق المستوى الأعلى خسرتهم كتير قوي المنتخب المكسيكي لما شفناه النهاردة تخلى عنها في مباراة المنتخب السعودي واضح إن كان ليه أنياب هجومية وشفنا هيرفينج لوزانو نجمه ونجم نابولي كان ظاهر بشكل كبير شفنا المهاجم بتاعه هنري مارتن كان ظاهر بشكل كبير وكان يقدر في أكتر من كورة إن هو يزود رصيده من الأهداف فالبطولة دي بتقول إن أنا لازم أبا بتعامل ند بند لازم مغيرش في الكريتي أو مغيرش أسلوبي لمجرد اللي أنا بلاعب فرقة من المستوى الأول وشفنا المنتخب المغربي المنتخب المغربي هو المثال اللي يحتزى بيه في البطولة دي بيلاعب بلجيكا بيلاعب كرواتيا أقوى فرقتين عنده مغيرش الفكر بتاعه عنده طبعا العناصر اللي بتقدي الخطة دي بشكل كويس وبشكل إن أنا منافس قوي بس الناس الوقت برضو شفنا إن الاعتماد عليها ما وصلش أي منتخب بيعتمد عليها لشكل كويس يعني تآهل بسلسناء بولندا اللي كان تآهلها تآهل زي ما قلت لك كان تآهل قبيح جدا طيب الأرجنتين 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 سكلوني وصل لأحسن 11 كتركيبة في المباراة النهاردة ليه؟ لأن عرف يوصل لتركيبة الأزهرة وشفنا الأزهرة النهاردة كان لها دور كبير قوي مع المنتخب الأرجنتيني سواء مولينا في الجنب اليمين أو أكوينا في الجنب الشمال كمان في نص الملعب وصل لتركيبة دي أول مرة التركيبة دي تلعب مع بعض في البطولة بشكل أساسي أول حاجة إنزو فرناندز اللي تقلق وأحرز الهدف الثاني في المكسي مكلستر المتقلق مع برايتن وفي نفس الوقت رودريجو دي بول التركيبة دي فيها مميزات كتير أولا كريمة تركيبة دفاعيا رودريجو دي بول موفر لها السابات الدفاعي وفي نفس الوقت ليها مساهمات هجومية بشكل كبير سواء على مستوى الصناعة أو على مستوى التهديف في نفس الوقت كمان رياحة مسي بشكل كبير يعني إحنا لو نفتكر في المباراة الأولى بابو جامس صاحب المجهود الضعيف شوية هو العيب رقم عشر يعني مش بتاع مجهود بدني وكده ما كانش الملعب يستحمله أوي هو هو مسي شفنا مسي متحرر شفنا دي ماريا متحرر شفنا الأطراف بيطلعوا حتى في أوقات في مباراة النهاردة كنا بنشوف الطرفين طايرين جداً سواء أكونيا أو مولينا من جنب اليمين فإسكالوني وصل لتركيبة هل التركيبة دي تركيبة مستوى أول؟ أشك بمنتهى الصراحة بس اللي ممكن يخلي الأجنطين تروح بعيد جداً هي سكتها لقبل النهائة لأن احنا عارفين أن سكة الأجنطين سلكة زي ما بيقول يعني مكلمة أستراليا والفايز من مباراة هولندا وأمريكا فالمنافسين دول بالنسبة للمنتخب الأجنطيني مش بالقوة قوي طبعاً هو المرشح أنه يصعد على حسابهم هنشوف طبعاً مفاجآت كاسل عنا مسائلنا إيه بس يعني في المجمل الحداشر العيد اللي بدأوا النهار دا قدام بولندا هم التركيبة الأمثل في كل المراكز سواء في خط النص وبالأخص الطرفين اليمين والشمال شغراً شغراً أنا دايماً عمير أقول المنتخب السعودي كان لازم يسع في المجموعة دي طبعاً طبعاً منتخب يعني كان يقدر يروح لبعيد أكيد أكيد تعرف الشعودية أصلاً يعني المنتخب السعودي لو كان كسب كمان يعني كان ممكن يدوء كمان طعم يعني كسب النهاردة يدوء طعم الصدارة لو كان حتى تعادل مع بولندا أنا متخيل المنتخب السعودي كان ممكن يروح لحد فين لو تخد صدارة المجموعة دي بس يعني زي ما بقالك الكريم هي ظروف صعبة جداً يعني ما فيش منتخب برضو المستوى بتاع اللعيبة السعودين على مستوى الحداشر اللعيب هم يقدروا يجايروا ولكن في نفس الوقت احتياطي واحتياطي الاحتياطي الموضوع هيبها صعبة جداً في حاجة غيرها بس عايزة أقولها لك في الأجنتين غير نص الملعب وتركيبة نص الملعب ويهي الأظهرة أن جوليان ألفارز يستحق مكان أساسي على حساب لو تارو مارتينيز لأنه هو مهاجم يعني ديناميك جداً متحرك جداً بيقدر يجي من على الطرف بيقدر يجي من العمق مختلف شوية عن لو تارو مارتينيز اللي متعود أكتر أنه هو يبقى مهاجم رقم تسعة متمركز في العمق بشكل كبير فده من من واقع التجربة يحسب لسكلوني أنه هو حط ييده في الظروف صعبة وضغوط كبيرة جداً بعد المبارات المنتخب السعود طيب عايزة أخذك ليه مجموعة تونس 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 النهاردة أنا وصفتها مبارح بالمعجزة المعجزة السعود أكتر منها كمان تفوز على فرنسا وإن كانت فوز على فرنسا نتيجة تاريخية ومشطة طبيعية بعض الناس قالوا أن فرنسا كانت بتلعب بالدكة وضمن السعود بس دكة فرنسا ممكن تاخد كأس العالم يعني دكة فرنسا فرقتين هما والورازين بالزاف دكة فرنسا تاخد كأس العالم شاهد فوز تونس النهاردة على المنتخب الفرنسي والله بعد مبارات أستراليا كان في حاجات بين لأي مشاهد عادي يعني مش محلل أن التشكيل اللي بدأ به جلالة قدري في مبارات أستراليا التشكيل ما كانش مناسب تماما كان عندهم مشاكل كبيرة في طلوع من الكورة وفي الأظهرة كمان في خطة التلاتة المعتمدة زي ما اتكلمنا على فكرة الأظهرة هو غير الظاهرين لعب واجدي كاشريدة اللي عمل أداء كبير لما نزل في مبارات أستراليا ولعب علي معلول والاتنين كان لهم اسمات هجومية على مدار المبارات شكلي كبير في نفس الوقت هو غير التركيبة الهجومية وهبي الخزري اللي هو يعني الموهبة الأساسية مع يوسف المساكني في الكرة التونسية على مدار الأربع خمس سنين اعتمد عليه بشكل أساسي وهو ما خزلوش وحتى كمان إصابته وتبديله بالنسبة للمنتخب التونسي ضغطهم كتير قوي من المنتخب الفرنسي كمان قبل نزول اللعيبة الأساسية فشوفنا المنتخب التونسي بيغير خمس لعيبة عن مبارات أستراليا وده اللي كلنا بالنادي يعني كل المتابعين وإعصام الجبالي اللي كان مؤخر رتم شوية المنتخب التونسي قدام المنتخب الأسترالي لما ما بقاش موجود بشكل أساسي شوفنا المنتخب التونسي سريع حتى في التحولات بتاعتهم وحتى في الهجمات المرتدة المنتخب التونسي على فكرة كانش بيخسر الكرة بشكل مبالغ فيه قوي منتكلم مثلا ممكن في آخر أربع خمس دقايق من الوقت بدل ضايع شوفنا الهجوم الكاسح للمنتخب الفرنسي لكن من الأول كان فيه اعتماد على أسماء لمجرد بس أن هم محترفين في الدوريات الأوروبية حتى لو مش من الدوريات المستوى الأول أو الثاني فده خسر جلال القادر كتير جدا وكلنا منندم على مباراة أستراليا لو كان فيها تعادل كان زمان المنتخب التونسي دلوقتي موجود لكن للأسف تدخلاته كانت حتى كمان متأخرة جدا في مباراة المنتخب الأسترالي للأسف من وجه نظري مع كامل الاحترام ليه مش هو المدرب أو المدير الفني المناسب للمنتخب التونسي في الفترة الجاية وأنا أتوقع أن فيه تغيرات كتير هتحصل على مستوى الكرة التونسية سواء بالنسبة للإدارة الفنية أو حتى إدارة الكرة بالنسبة للكرة التونسية وللمنتخب التونسي مظهور طيب منتخب الفرنسي بعد دور المجموعة تقدر تقولي أنه هو فعلا المراشح الأول لألفوز مربطورة لو شايف أنه عنده مواس لسه مراشح أول مع المنتخب البرازيلي مباراة النهاردة ما تعتبرش مقياس بشكل كبير ديشان يعني غير في الفرقة كلها يعني أنا أقدر أتفهم شوية أن لو يعني خلاص أنت ضامن التأهل وكمتصدر لمجموعة أنه يبقى فيه إراحة لشوية لعيبة بس مش بالشكل اللي شفتنا دا قام الفرقة كله ما كانش موجود في كل المراكز بس سناء بس فران يعني في الخط الخلفي حتى كمان منداندا اللعب على حساب لوريس لأ لسه المنتخب الفرنسي موجود ومرشح بقوة مباراة يعني هتعدي أنا من وقت نظري مش شايف أنها هتأثر فيهم بشكل كبير اللي باني النهاردة تأثيره غير مفابي وغريزمن بس جيرو جيرو مهم مهم جدا جيرو من المهاجمين اللي في دفاعات متكتلة تلاقيه حتى لو مش بيسجل وفي تحولات تلاقيه هو مهاجم خبير جدا مهاجم خميش بلدان زكي ومتعاون يعني دي مش بتلاقيها في مهاجمين كتير يعني ما تلاقيه اللي باندوسكي مثلا اللي باندوسكي هداف بس التعاون بتاع جيرو والإثار بتاعه يعني حتى يعني كاس عام 2018 كان الناس بتستغرف جدا زي جيرو اللي ما سجلش ولا هدف بس لسه بيلعب أساسي مع فرنسا من أول مباراة لغاية آخر مباراة لأن جيرو ليه دور مهم جدا في الالتحامات في الحفاظ على الكورة والاستحواذ عليها في صناعة اللعب وتسجيل الأهداف وفي الأوقات الحسمة ووسط تكتلات وده حصل كتير قوي مع ميلا سواء السنة دي أو السنة اللي فاتت وأحرص ليهم أهداف قاتلة وحسمة تسببت في فوزهم بالدوري السنة اللي فاتت طيب لو عايس ألتك على استراليا أو قبل استراليا منتخب الدنمارك بالنسبة لك اللي بيحصل في الدنمارك ده مفاجئة برضو زي معظم الناس الدنمارك دربكة ولخبطة كتير قوي يعني نفس فكرة تغيير الخطة ولعبه حتى زي ما اتكلمت معيك هو متعودين من أول ما الجيل بتاع الدنمارك ده ما وجود يعني إن هما عندهم أظهراء وبالأخاص يعني إخواكيين مايلي كان عندهم خطورة من الأظهراء بشكل كبير جدا يعني ملعبوا بطريقة لعب معينة غيروا على مدار البطولة على مدار الثلاث مباريات بتوحهم غيروا الخطة بتاعتهم كتير قوي هما بيفتقدوا مراكز كتير قوي في الملعب يعني بيفتقدوا لمهاجم مهاجم قوي يعني دولبرد مايعتبرش المهاجم اللي يعتمد عليه بالنسبة لمنتخب الدنماركي إيركسن يعني نسبياً ممكن يكون أفضل لعب على مدار الثلاث مباريات بس نصل الوقت برضو هو مش قادر مع المنظومة اللي حواليه إن هما يقدموا أداء جيد اللعيبة اللي حواليه بقى كلها يعني منتكلم يعني في الجانب الهجومي ده كلهم يعني لعيبة متوسطة المستوى يعني ما فيش حد فيهم منور أو يعني منتكلم عن أدام سجار جات له فترة في وقت اليورو كان متقلق بشكل كبير مستوى تراجع فهم عينوا في مراكز كتير قوي في الملعب كجودة وفي نفس الوقت كتغيير الخطة مش مفهوم مين مفاتيح لعبوهم ومعندهمش مهاجم كمان يقدر يخلص فمشاركة بهتها جدا بالنسبة للمنتخب الدنماركي وهو يعني ايه تحس كده أن ما حدش كان مستني منه حاجة أو شايف منه حاجة لمجرد بس أن المنتخب الأسترالي ومنتخب التونسي كان في المجموعة بس فاجأت كل وظهر مستوى أقل بكتير قوي من المتوقف نحاة التانية مفاجأة للكل هو المنتخب الأسترالي نفسه طبعا كانش بتوقع شعوده وبستة نقاط كمان أكيد أكيد هو منتخب انجليزي انتخب بيلعب كرة قديمة شوية بس هو من الواضح أن الكرة القديمة دي نفعت وهم برضو على الجانب التاني هم متميزين قوي يا كريم بحتة أن هم في الالتحامات والصرامة وأن هم شربعة كرة قوي ما بيخسروش الكرة عندهم رخ طلية كبيرة قوي عندهم شوية أنماط لعب كده متعودين عليها بشكل كبير إن جودوين بنتكلم في الجنب اليمين الكروسات بتاعته بتبقى مظبوطة قوي جوم منطقة الجزاء عندهم أطوال في الكور السابتة موجودين يعني بيعرفوا يتعاملوا معها بشكل كبير فهو منتخب متوازن منتخب متماسك مفوش نجم يعني لما نقول الأستراليا يعني أرون موي يعني أرون موي يعني 95% من اللي بيتفاجوا على الدوري الإنجليزي مش متابعين أرون موي وقتا لما كان في برايتن فهو ما عندهمش نجوم بشكل كبير طبعا يعني رحلتهم في المنديال صعبة قوي إن هي تكمل ما بعد كده بس نفس الوقت هو منتخب محترم لأنه هو عارف إمكانياته وبيلعب عليها وبمعنى أصح ما بيفتيش ولا المدير الفني بتاعهم بيفتيش بيلعب على علمات معينة مناسبة لإمكانيات بفاية لسه كمين هذا الحوال ممتع جدا مع محمد عبدالوهاب بعد هذا الفاصل نواصل إن شاء الله نعم بحالتكم مرة أخرى طيب هو بقى عايز أخذك ليه المغرب المغرب أداء مبهر في المنديال أربع نقاط من كرواتيا وبلجيكا حاجة فوق الخيال وفوق التوقعات كمان غدا مباراة كوية جدا أمام المنتخب الكندي وأنا بقول مباراة كوية جدا كندا خلاص رمت رمت كل حصوصها خارج المنديال وخلاص هي خارج المنديال رسميا وبالتالي هي تلعب مباراة للشهرة مباراة لإسمها يعني وبالأداء اللي عملته في بداية المباراتين سواء كرواتيا أو بلجيكا بداية المباراتين للمنتخب الكنديد كانت بداية كوية جدا وأكده تراجعت عشان كده هي المباراة مسهلة هي المباراة خداع جدا للمنتخب المغربي الواحدة هيقول خسارة لو المنتخب الكندي طبعا نتمنأ منتخب المغربي إنه هي حق النتيجة كسحة يعني بس هيبقى صعبان علي قوي كندا إن هي تخلص نركز الاتنين وثلاثين كتصنيف عامي يعني بالنسبة لمنتخبات كاس العالم طبعا أداء كبير منهم منتخب سريع منتخب متطور طبعا يعني ديفيز هو الفاكهة بتاعته الفونسو ديفيز طبعا وعمل بسضبط الفونسو ديفيز وفي نفس الوقت شبه شوية ألابة مع النمسا كده شوية إن هو بك شمال ونص ملعب وبيشوت وبيلعب كورت سابتا والكلام ده كله خلينا كنا بقى عن المتخب المغربي إحنا مش حايدين نحسده يعني يا رب يكمل التجربة دي على خير وبإذن الله يتصدره كم متصد في الموضوع مش هنحسدهم دا في تريد كده كان طالع النهاردة قالك كل ما بتشجع منتخب بيخسر وعمتك كل العرب كانوا بيشجعوا السعودية كل العرب كانوا بيشجعوا لا لا هو كله بس نحن برا كاس العالم برا كاس العالم ويتصدر كمان مش بس إن هو يعني يتأهل ويقرر يعني السيناريو لما تصدر قبل كده مجموعاته سنة ستة وتمانية طيب المتخب المغربي عجبني في كذا حاجة كريمة أول حاجة بالليدير جراجي مصدق وخلى اللعيبة يصدق إن هم منتخب ينفع ينافس الصف الأول ومنتخب كبير وليه وضعه وليه شخصيته الكلام اللي أنا كنت بقوله لك قبل ما نتكلم عن المتخب المغربي كله متحقق في المتخب المغربي في حتة الشخصية والعقلية اللي بيبتدوا بيها كل المباراة وبيكملوا المباراة على مراحل مش بس فكرة إن أنا بصل بدفعيا بس لا أنا كمان إن أنا هكون ببص على الجانب الهجومي ده اللي ما بصلوش مثلا النهاردة هيرفي رينار إحنا منتكلم من منتخب المغربي بيلعب منظومة سابتة بغض النظر عن المنافس سواء أنا بلاعب بلجيكا بلاعب كرواتيا أو بلاعب كندا إن شاء الله بكرة بيلعب بطريقة أربعة تلاتة تلاتة عنده لعيبة من الصف الأول عنده أظهرة والأظهرة دي عملة نبهة من وجهة نظري في منتخبات البطول نادرا لما بنلاقي منتخب عنده ظهير منور فما بالك ما شاء الله إن هم عندهم أثنين أظهرة وحتى بالبدائل بتاعته يعني هو كان الاتماد على أشرف حكيمي وعلى نصير مظراوي اتصاب نصير مظراوي نزل مكانه يحيي عطية الله نجم الوداد فبالتالي ما عملش أي مشكلة في موضوع الأظهرة مش بس كده نص الملعب كما عروف شوية بالنسبة لمنتخب المغربي نص الملعب مش على مستوى حراسة المرمى والدفاع والهجوم لكن نص الملعب مقدم مباريات خوية جدا مرابط مرعب السوفيان مرابط بنتكلم على الملاح يوسف الملاح بنتكلم على لعيبة حتى كمان البودلاء بتوحهم بنشوف إن هم بينزلوا ويعملوا فرق إزاي ما حصل بالنسبة لمنتخب البلجيكي يوسف النصيري عامل دور أكبر من دور إن أنا أسجل أهداف بس هو جزء من المنظومة شبه شهوية لما تكلمنا جيروه مع المنتخب الفرنسي طبعا حكيم زياش بس لسه حكمان يعني إحنا بنتكلم على كل ده إن لسه حكيم زياش وبيتحسن مباريات اللي فاتت منه بزماتش وبيتحسن بيتحسن بالضبط يعني ده اللي كمان ما خلييني أتفاعل إن شاء الله بعد عقبت يعني كندا نحن نشوف المنتخب المغربي في دور السبتاشر وفي دور التمانية بإذن الله إنه هو يقدر إنه هو يجاري المنتخبات اللي بتواجه المنتخب المغربي فشافوه لمنتخب المغربي على كل اللي تقدم وبإذن الله على اللي هيتقدم شافوه على العقلية شافوه على الجودة بتاعت اللعيبة شافوه حتى كمان منتخب المغربي متماسك قوي يا كريم تحس إن كل اللعيبة ما حدش بيلعب لنفسه خلص حتى أشرف حكيمي هو يعتبر النجم بتاعهم هو اللهب على المستوى الأول بس بنلاقي إن فيه لحمة في المنتخب المغربي فعلى المجمل منتخب المغربي فيه كل المميزات نتمنى إن شاء الله إن الظروف تخدمه التوفيق يخدمه ويقضى يروح بعيد في كاس العين طيب لو هناخد إن شاء الله ناخد الثلاث نقاط بكرة كمنتخب المغرب ونحصد السبع نقاط في هذه المجموعة ما للمنتخب الثاني السياسة مع المنتخب المغربي كرواتيا ولا بلجيكا مباراة صعبة جدا قبل البطولة كان كل الناس بترشح بلجيكا إن تتصدر المضموعة بكرواتيا بس كرواتيا جيل 2018 طبعا العمر يعني كرواتيا من أكبر الأعمار الموجودة في البطول بلجيكا هيفرم معاه جدا رجوع لوكاكو يعني خلاص لوكاكو اللعب في مباراة المغرب ما كانش فت بنسبة 100% بس رجوع لوكاكو هو بيكمل منظومة بلجيكا اللي تبنته على مدار الأربع أو خمس سنين مشي بات شوية فارق كتير قوي عن لوكاكو كجودة لوكاكو في التحولات وإن هو بيقدر إن هو يلتحم ويستحوز على الكورة هو مرعب هو من أقوى المهاجمين في العالم في الحتة دي بالزيت يعني هو لما كان مع انتر كان بيعمل الحتة دي وكان سبب في فوزهم بالدوري لما كان مع أفرتون ووسف برومتش قبل التجارب دي بكتير كان متقلق جد لكن لما بمع فرقة كبيرة وبتعتمد على الاستحواز لوكاكو مبنش قوي فهو بلجيكا كان بنتعودها دايما على فكرة إن أنا بتحول أنا عندي دي بروين وعندي هزرد وعندي لوكاكو أنا مش محتاج حاجة تانية أنا بعمل كمان الدلي بتاع الهجم عشان أظهره بتوعي يتقدمه فأنا من وجهة نظري الرجوع لوكاكو ممكن يقلب الموازين بشكل كبير فخلينا نفتكر حاجة كريم إن المنتخب البلجيكي عنده ما هو أبعد من الفوز على المنتخب الكرواتي لأنا نتكلم كمان على فارق الأهداف بالنسبة للمنتخب البلجيكي هيفرم معهم جدا أنا نتكلم إن المنتخب الكرواتي أحرز أربع أهداف ودخل في مرمى هدف المنتخب البلجيكي أحرز هدف واحد ودخل مرمى هدفين فإحنا بنتكلم سالب واحد قدام موجب ثلاثة الموضوع بعيد لكن في نفس الوقت لوكاكو حيفرق جدا ممكن المنتخب البلجيكي يكسب بس نفس الوقت المنتخب الكرواتي هو اللي يتأهل صح الموضوع صعب جدا نحن نستهي بكملين هزر حوار مع محمد عبداللهيب بعد هزر فاصل نواصل إن شاء الله يعلم بحضراتكم مرة أخرى طيب هو بقى حتى بكرة مواجهتين في منتهى عايز أقولي إزاي ممكن يبقوا خادعين لأسبانيا وألمانيا سواء اليابان مع المنتخب الأسباني أو الكوستاريكا مع المنتخب الألماني هل ممكن بكرة نشوف أسبانيا وألمانيا خارج البطولة؟ صعب صعب أبا صعب هو أسبانيا تحس كده أن انديكي داخل مباراة للتلاسعة من السوربا بينفق في الزبادي يعني فل هو إيه داخل واخد باله قوي وخايف من أي مفاجآت خالص هنشوف أسبانيا بتتعامل بمنتهى الجدية وألمانيا جات لها فرصة زهبية بهدف يعني في الدقائق الأخيرة رجع لها الأمل تاني بعد ما كان بعيد قوي طبعا بعد ما رجع لها الأمل بفوز الكوستاريكا على اليابان أنا تابعة المنتخب الياباني وتابعة المنتخب الكوستاريكي ومش قادر أحط إيدي على مواطن قوة صراحة بالنسبة للمنتخبين طبعا المنتخب يعني أفضل شوي عنده نص ملعب فيه كما ده عنده خبرات في الدفاع بتاعته عن طريق ناجاتوم ويوشيدة بس الناس الوقت برضو مش المنتخب يعني ممكن يعمل مفاجأ قوي بعد المفاجأة اللي ممكن تحصل مرة كل 50-60 ماتش قدام منتخب الألماني فأظن الموضوع هيبقى صعب بالنسبة للمنتخبين دولون هما يفاجأوا ألمانيا وأسبانيا بس كالسا عالم دعا عودنا أن ما فيش أي توقعات أنا من أول كالسا العالم ومن أبا كالسا العالم وفيه لعيبة كان لها تأثير بس الفرق بتاعتها ما صعبتش يعني من نسبة لي أنير فالنسيا وتأثير ومع المنتخب الإكوادوري كان تأثير كبير بس أنا ممكن نمشيها خط خط يعني بس أكلم أنا من نوعية نظري أفضل حارس يعني لغاية دلوقتي كتأثير هو تشزم طبعا ضربتين جزاء كتأثير مش كلاب في اليومينتوس وكأداء برضو مش كلاب في اليومينتوس لا مش كلاب في اليومينتوس بالعكس إذا أنا علشان بشجع اليومينتوس كنت أبعد ما يجبون أن أنا لا بس يعني هو نوع الحارس المرمن اللي هو لا بيتحب قوي ولا بيتكره يعني تمام ساعدت يعمل أداء إعجازي وساعدت ممكن يغلطت في مباراة تفرق معك في خط الدفاع ممكن عجبني جدا رومان سايس رومان سايس طبعا واحد من أفضل مدافعين البطولة يعني يتحس أن القدر صالحه باحتساب الجن لي وفي نفس الوقت الكرة شبه شوية كريستيان ورونالدو فاتحسبت لسايس عشان أداءه الكبير جدا عشان ياخد ريتنج عالي فدي في حتة السنتر بكات بشكل كبير في حتة الباك اليمين أو الباك الشمال أنا بتكلم سونائي إكوادوري كان قوي قوي صراحة برشادو وستوبينيان في نص الملعب ممكن مثلا عجبني في نص الملعب من المنتخبات اللي لعبت عجبني طبعا سالم الدول ساري بس للأسف الدنيا ما كملتش قوي المنتخبات الكبيرة ما فيش حد ظهر رابيو عمل أداء كبير جدا في المباراتين الأولاتين لمنتخب الفرنسي فده في نص الملعب في حتة نص الملعب بشكل كبير عجبني داني قلمه بس محتاج يزبط القرار بتاعته عجبني كبير جونس الملعب بيرنجهام بصراحة جدا بيرنجهام طبعا بيرنجهام كان قوي جدا بس في المبارات المنتخب الأمريكية كان قليل سنة بالنسبة للحتة الهجومية عجبني أنير فالينسيا عجبني جونيال ألفارس في الوقت اللي شارك فيه في المباراتين اللي فاته كان جيد جدا فده المهمة جاكوب نعم جاكوب وهولندا لا لا جاكبه حاجة خطيرة بس أنا مش عارف أصنفه هده مشكلة يعني هو لا يصنف كمهاجم ولا يصنف كنص ملعب فاللاعب ده هو السي اف اللي هو سنتر فرول بيجي من تحت ده بالضبط بس هو حتى يعني في الشكل الطبيعي جدا من نظم المنتخب الهولندي بتلاقيه ضامم على سنائي بتاع نص الملعب دي لعيبة جاكبه طبعا انت لفت نظر ليه واحد من نجوم البطولة واحد من اللعيبة اللي هيكون ليها شأن في الملعب الأوروبية بعد كس العين وبانت شرفت ونورت كالعادة ودائما بيستمتع معي وانا عطر وانا عطر شكرا جزيلا ده كان ختام حلقتنا النهاردة من رقم 10 يا رب تكونوا استمتعتوا معنا أشوفكم يا رب على 1000